السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاكم يا جماعة عمدين ايه اهلا بيكم في فيديو جديد اعرفكم بنفسي الناس اللي هاي مش عارفاني انا احمد الزملوت مهند اسم عماري عايش هنا في المانيا اكتر من 8 سنوات وحاليا انا مدير مشروعات سكنية هنا وبعمل فيديوهات بساعد الناس اللي عايزة تسافر عايز تجي المانيا تحديدا يعني من خلال اه فيزا مثلا عايز تجي فيزا بحث عن عمل عايز تجي فيزا عن طريق عقد عمل او عايز تجي اه دراسة او دراست لغة فاتمنى الفيديوهات بتاعت تكون مفيدة تمام اه انا بحاول ان شاء الله انا كل اسبوع اه انازل فيديو جديد وابلو ان ابدأ الفيديو ياريت تدعموني باللايك لان اللايك دوت هي فكرتو ايه مش بجمع علاقات خلاص لا اه هي الميزة ان انت لما بيبقى فيها عندك ترافيك على الفيديو فالفيديو بيتشاف اكتر فبالتالي الفيديو بيانتشر اكتر والمعلومة انتشر فهو لما يكون فيه كومنت كتير ولايكات كتير على الفيديو اه ده يعني بيحسن من ان الفيديو انتشر ويحس مثلا لما حد يدور على المعلومة يطلع له في اول مسلا نتائج البحث هدي الفكرة مش اكتر فاتمنى ان انت تعملوا لايك على الفيديو تمام اه دي حاجة اه الفيديو بتاع النهاردة انا كنت اتكلمت في المعروض ده قبل كده لكن كنت شرحت الاوس بلدون بصفة عامة ايه هو الاوس بلدون برضو هقوله في الفيديو ده اه في عجالة كده ايه هو الاوس بلدون ده اصلا وبعد كده هنتكلم عن الطريقة اللي احنا ممكن نعمل بها الاوس بلدونج ازاي نسافر ازاي نقدم عليه الحاجة دي كلها تمام فاول حاجة ايه هو الاوس بلدونج الناس كتير او بتسأل عليه عايزين نعمل اوس بلدونج هل ينفع ان احنا نعمل اوس بلدونج ولا لا من خرج المانيا او من خرج الاتحاد الاوروبي اه هو يعني الموضوع ينفع ولكن يعني بيبقى فيه يعني صعوبة شوية يعني تمام يعني بيبقى اسهل طبعا للناس المقيمين داخل المانيا تمام انما هو مش مستحيل وينفع ان انت تقدم اه من خارج المانيا انا كنت قلت في فيديو قبل كده الموضوع صعب ويمكن ما ينفعش وبتاع بس انا اتأكدت من المعلومة واحطولكو برضو المصادر في اه دسكريبشن بوكس تحت فبصوا على المصادر وخشوا على الويبسات تعميكة ان جيرماني ده عليه معلومات قيمة جدا في كل حاجة الناس اللي عايزة اه تسافر دراسة او ان هي عايزة تشتغل او الحاجات دي كلها وانواع الفيز والحاجات دي كلها تمام فخشوا على الموقع ده المهم اه في عجالة كده ايه هو الاوس بيلدونج الاوس بيلدونج يعني التدريب المهني او في الدول المتقدمة عن مثل يعني مش في المانيا بس اه محدش بيقدر ان هو يشتغل اي حاجة كده مع نفسه او بالخبرة يعني ما ينفعش ان انا مثلا انا بحب النجارة فاقول انا هتعلم ده مع نفسي وبتاع مش عارف ايه وبالخبرة هقدر اشتغل وافتح لنفسي ورشة او حاجة زي كده للاسف الموضوع ده هنا اه في الدول المتقدمة عن مثلا ما ينفعش طيب ليه ما ينفعش لان كل حاجة هنا بيبقى عايز يضمن ان انت بتعملها صح وبتعملها مزبوط وده بيحافظ بالتالي على الكواليتي بتاعت المنتج اللي طالع فدايما بيقول لك بيطلب منك على الاقل يبقى فيه سنتين او تلات سنين دراسة اه لما بعد لما بتخلص الدراسة دي بتقدر بعد كده ان انت تشتغل مباشرة في المجال اللي انت درسته تمام فهنلاحز ان اي حاجة هنا الواحد بيعملها او الواحد بيشتغلها ليها او سبيلدونج يعني حتى لو انت هتقض على الكاشير ده ليه او سبيلدونج اه لو انت عايز تشتغل حتى في المجال بتاع الحلاقة او الكوافير او الحاجات دي ده برضو ليها او سبيلدونج مش اي حد يروح اه يشتغل في دماغ الناس كده من غير تعليم فكل حاجة هنا ليها او سبيلدونج وفيه اكتر من تلتمائة وخمسين اه نظام تعليمي او مجال في الاو سبيلدونج فكل حاجة متاحة هنا يعني الموضوع التعليم خاصة في المانيا هنا مفتوح جدا والموضوع يعني يعتبر في متناول الجميع تمام طيب اه ايه هو الاو سبيلدونج زي ما قلنا الاو سبيلدونج هو التدريب المهني وده بيبقى من سنتين لثلاث سنين حسب الفترة المحددة ليه وبيتطلب طبعا لغة معينة يعني مثلا على الاقل بيبقى مستوى البي وان او البي اينز تمام في اللغة الالمانية وبالميزة انه هو انت بتاخد كمان راتب شهري على الدراسة دي يعني انت مش بتدرس بس لا انت كمان بيدوك راتب كمان بيوصل احيانا يعني من سبعمية لالف يورو شهريا حسب طبعا اهمية الاو سبيلدونج ده واعتقد ان دول من غير درايب يعني انت بتستلم فعلا سبعمية لالف يورو شهريا تمام اهم دي حاجة الحاجة التانية اه بيبقى تقريبا سبعين في المية بيبقى في الشركة او في المكان اللي انت بتشتغل فيه يعني انت بالفعل بتشتغل يوميا اه 8 ساعات فول تايم اه ده بيبقى سبعين في المية من الوقت بتاعك تمام و30 في المية بيبقى في المدرسة اللي هي يعني ممكن يبقى مثلا فترة ليلية او حاجة زي كده ده اللي هو بيسمون نظري لان طبعا هنا اهم حاجة العملي وهنا المانيا بتقدر الخبرة يعني اكتر طبعا من الدراسة يا فرحة انت مثلا دارس ومعاك شهادات قد كده والاسف ما عندكش خبرة او ما بتعرفش تعمل بالشهادات دي حاجة فهو يهمهم بجانب طبعا الجزء الدراسة ان انت يبقى ايه عندك الخبرة العملية ودي بتبقى تقريبا سبعين في المية تمام من الوقت بتاع الاوس بيلدونج من التلات سنين بتوعك دول تمام ده كده فيه عجالة بالزبط ايه هو الاوس بيلدونج تمام طيب هل ينفع ان احنا نقدم عليه من خارج المانيا اه ينفع ان احنا نقدم عليه من خارج المانيا وانا فاتح قدامي دلوقتي الويب سايت بتاع اه ميكت ان جيرماني هو الويب سايت بالاالماني بس ممكن ان انت فيه option انت تقدر تغيره انجليزي وفيه فيه كزا لغة حتى فيه فرنسي اه اعتقد ان فيه عربي لا الاسف ما فيهوش عربي فيه تركي فيه الباني لا فيه عربي فعلا لا فيه عربي يا جماعة فيه عربي والله هاي ممكن ان انت تفتحه كم من اللغة العربية طيب اه اول حاجة بتختار بتقول انا مثلا اه مواطن اه دولة اخرى غير طبعا دول اللي هو الاتحاد الاوروبي والنرويج وسويسرا وامريكا والحاجات دي كلها لما بنختارها بيقولك اه بيبقى فعلا ممكن وده بيبقى مدته زي ما انا قلت من سنتين لتلات سنين تمام ودي بتبقى حاجة اسمها بيروفز اوز بيلدونج ده البروف اللي هي الوظيفة يعني تمام اه بعد كده بيقولك ان انت طبيعا ان انت بتحتاج فيزا طب ايه هي اسمها ايه الفيزا اللي هي اه بتقدم عليها اسمها فيزوم انا هقول اسمها بالالماني وبعد كي هقول اسمها بالعربي يعني فيزا عشان اه تبقى خريج اه اه تدريب مهني تمام هي اسمها كده اه دي انت بتقدم عليها في السفارة ده طبعا بعد لما بتاخد موافقة من المكان اللي انت بتقدم فيه بمعنى انت مثلا نفسك انت بتحب الميكانيكا السهراء جدا ومثلا شركة زي بيم دابليو هنا في المانيا بتقدم الاف الفرص اه سنويا لطلاب فانت بتقدم عليها وبتقول انا عندي اهتمام وعايز اقدم وكده وبعد كده لما بتاخد الموافقة بتشوف طبعا المتطلبات بتاعتهم ايه اهم حاجة زي ما احنا قلنا اللغة ان انت اللغة على الال بي وان طبعا كل ما يكون اكتر كل ما يكون احسن تمام اه بتشوف المتطلبات بتاعتهم لما بتاخد الموافقة يقول لك خلاص احنا عايزينك تمام تعالى اه بتجيب الموافقة دي وتقدم بيها على الفيزا الموضوع بيمشي بسهولة جدا اه ايه تاني غير اه بالنسبة المتطلبات بتاعت الفيزا غير اللغة ان انت طبعا يكون يعني تقدر ان انت تعيش اه غير طبعا ان انت بتاخد الفلوس اللي هي الالف يورو دي او من سبعمائة الالف يورو لازم انت برضو لان احيانا ممكن مبلغ ده ما يكفيش شهرية فممكن تحتاج مبلغ اكتر فلازم ان انت اه في طريقتين زي ما قلت في فيديوهات قبل كده يا اما ان انت بتعمل اه اه حساب مغلق اللي هو الاشباية كونتو ده بتفتحه في المانيا او ان انت بتجيب حاجة اسمها او زي اكرار من شخص عايش انا في المانيا اه طبعا يا حبازة ازا كان الشخص ده الماني ويقول ان انا متكفل يا جماعة بمصاريف الشخص ده طول فترة دراسته مسلا تمام يعني طريقة من الاتنين دول حلو? طيب اه في لينك برضو انا حطلكو دي بتاعة الايه اللي هي الناس اللي هي بتبقى دارسين يعني تمام? والتشيك لست دي بتقول اول حاجة تشوف ان انت المطاليب يعني فعلا اه او الشروط متوفرة فيك اه متوفرة فيك ولا لا تمام? فبيقول لك دوت انت محتاج تكون مخلص مدرسة يعني ما ينفعش ان انا مسلا طالع من خمسة ابتدائي تمام? ومعيش اه تعليم يعني اخر شهادة معي حتى معيش سنوي عام او دبلوم او الحاجات دي كلها واقول انا عايز اعمل تمام? ما ينفعش للاسف لازم يكون معاك اه اه شهادة دراسية مدرسية تمام? وتكون معترف بيها تمام? وموضوع ان هي ازاي بمعترف بيها انا قلت في فيديو قبل كده اه بتبعتوا لحاجة اسمها اه موقع اسمه او الاعتراف في المانيا وبتبعت لهم الشهادة بتاعتك وبيشوفوا ازا كان دي ينفع تبقى معترف بها او لا تمام? اه بعد كده بيقول لك لما بتلاقي بعد كده خلاص اللي هو المكان بتاعك او الشركة او كده تبدأ بعد كده ان انت تقدم على الفيزا تمام? طيب الفيزا بيقول لك اه اه كله كلام ملوش لازمة اللي هو محتاج بقى معاه ده كلام ده كله عارفينه طبعا بيقول لك محتاج اللي انت هيبقى معاك اله كل الاوراق بتاعتك وطبعا يبقى معاك برضو اه حاجات ما تثبت امكانياتك المادية ان انت هتعرف تعيش هناك بدون مساعدات تمام? واحنا قلنا ازاي تثبت الكلام ده ومحتاج طبعا تأمين صحي من اول يوم الكلام ده كله كل الحاجات دي سهلة تمام? اه في ايه تاني اه ومحتاج طبعا ان انت تشوف الاول اه شقة لازم في مكان ان انت طبعا تعيش فيه واحطين لك حتى يعني كل حاجة لينكات اه ازاي تدور على شقة والحاجات دي كلها اه وبعد كده هو يعني حطط لك خطوات كلها حتى لما توصل الالمانيا يعني بيقولك حتى في خلال اول اسبوعين بعد وصولك في حاجة اسمها مالدفليشت ان انت بتروح زي مكتب شؤون الاجانب مش مكتب شؤون الاجانب عفوا اللي هو مش عارف اسمه ايه الصراح اللي هو بت بت بتسجل في مكان الاقامة بتاعتك او الشقة حتى لو كانت في فندق لازم تعمله برضو اه في خلال اول اسبوعين تمام عشان يجي لك عليه الجوابات والحاجات دي كلها وطبعا بخلاف بقى ايه الباسبور والابليكيشن اللي انت بتعمله والحاجات دي كلها تمام وبيقولك تقريبا اه مصاريف الفيزا تقريبا متين وستين يورو ممكن توصل ل متين وستين يورو تمام اه اه بحاول اقولك بسرعة ايه الحاجات اللي هي الممكن المهمة بيقولك ايه الاوراق اللي انت تجيبها معاك اه بيقولك طبعا الجوز السفر الفيزا اه كريدت كارد تمام اه الشهادة بتاعتك اللي هي شهادة الميلاد تمام اه بيقولك اه لو شهادة كمان ان انت حضرت كورسة الماني والفتراج او العقد بتاع الاوسبلدون اللي انت عملته مسلا مع الشركة اللي انت رايح عليها وطبعا تجيب اللي هو اثبات اه بتاع المدرسة ان انت معاك شهادة من مدرسة تمام وحاجة ما يثبت ان انت سواء بقى انت واخد بقى اه 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 الشتبينديوم اللي هي المنحة او ان انت في ازا ما قلنا في حد مسلا هيضمنك او ان انت طبعا يكون معاك شبية كونتو او اللي هو الحساب المغلق ويكون معاك كمان اه حاجة ما تثبت التأمين الصحي عفوا بس دي بتاعتك تمام بعد كده اه في لينك تاني بيقول برضو المتطلبات وايه نوع الفيزا اللي انت بتقدم عليه هي فيزاة الدراسة اللي هي دي بتاعت الدراسة تمام طيب اه دلوقتي هل اي حد ممكن ان هو يقدم على ده ده سؤال يعني اتسألته كتير جدا تمام وده يعني مهم جدا ان احنا نعرف طيب اه دلوقتي ينفع ان انت تقدم لو سنك تحت الخمسة وعشرين سنة تمام النقطة دي مهمة جدا يعني ما ينفعش انا اكون عندي راجب مسلا عندي حاجة وثلاثين سنة او عندي اربعين سنة واقول انا عايزة ادرس وعايزة غير المجال بتاعه او كده للاسف ما ينفعش تمام بيقول لك شرط مهم ان تكون ما عدتش سن الخمسة وعشرين سنة وقت ما انت بتقدم على ال 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 الكلام ده تمام وبيقول لك طبعا ان انت تكون زي ما قلنا معاك اه شهادة التخرج من مدرسة ويكون معاك مستوى بي وان او اكتر او بي تو كمان وتكون طبعا يعني طول مدة اقامتك تكون اه مديا اه مؤمن عليك يعني ما بقاش عندك صعوبات اه اه مادية اه بس هي دي الحاجات اللي هما كتبانا هنا اهو حطوكو بلدو اللينك ده اه 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 زي ما قلنا اهم حاجة ان انت تكون الشهادة بتاعة المدرسة معترف بيها دي اول خطوة تبدأ ان انت تعملها تبعت للمعقع اللي انا هكتبهه لكم انا تشوف شهادة المدرسة معترف بيها ولا لا ولا مش معترف بيها ايه المطلوب عشان يعترف بيها دي اول حاجة تتعمل تاني حاجة تتعمل ان انت تروح تدور على مكان او شركة تقدر تقدم فيها حطوكو الموقع اللي انت ممكن تقدم منه او تدور او الموقع اللي هما بيعرضوا في ايه الوظائف او اه اماكن تاعة المتاحة في الشركة تمام هحطوكو ده وقت ان انت جالك مكان يبقى تعرف ان انت تقريبا عديت تمانين في المية او تسعين في المية من المطاليب خلاص الفيزا هتبقى امرها سهل جدا هتقدر ان انت اه اللغة والكلام ده كله كل الكلام ده سهل تمام هو فعلا اهم حاجة ان انت تقدر تجيب المكان بتاع الاوز بيلدونج طيب هل ينفع في سؤال برضو سألته قبل كده هل ينفع ان انت تسافر تدور على اوز بيلدونج هل في فيزا نوع فيزا يتيح لك ان انت تدور على ان انت تعمل اوز بيلدونج اه موجودة يا جماعة الفيزا دي تمام انا عن نفسي انا اول مرة كنت عارف الكلام ده النهاردة ما كنتش عارف الكلام ده بيقولك لو انت ما لقتش مكان ده برضو مكتوب في الموقع اللي انا عبعطه لكم ممكن ان انت تقدم على فيزا اسمها فيزوم تسوى اوز بيلدونج بلاتس زوخة تمام يعني فيزا عشان تقدم او تيجي تدور على اوز بيلدونج او مكان للاوز بيلدونج تمام اه للاسف ما فيش حد بيقول الكلام ده على النت ما حدش عارف الكلام ده وطبعا السفارات ما بتقولش الكلام ده للاسف تمام بس انا بقولك الكلام ده الكلام ده من موقع الحكومة الالمانية هي اللي عملائه وهي اللي منزلائه فده موقع مضمون مش اي موقع للمعلومات كده تمام فانا فتحت اهو الموقع اه عفوا اللينك اللي هو بتاع الفيزا اللي هي بتاعت البحث عن اوز بيلدونج سوين عشان بيحمل الموقع انا والله سعيد جدا لان انا فانا عرفت معلومات كويسة جدا النهار ده هي المطاليب يا جماعة بتاعت الفيزا زيها بالزبط زي اي زي الفيزا بتاعت البحث عن عمل عادية تمام مفهاش اي فرق تمام اللي هو طبعا يكون اه اللغة ويكون اللي هو يعني يكون عم معاك اه الشهادة بتاعتك معترف بيها اللي هو كلام اللي احنا قلناه ايه من شوية في الفيديو يعني تمام برضو حطولكم اللينك بتاعها عشان تبقوا عارفين المطاليب بتاعتها ماشي اه لو عندكم اي سؤال هتمنى ان انتوا تبعتولي وما تنسوش طبعا اللايك والسبسكرايب والشير للفيديو اه ابعتولي في الكومنس بتاعتكو لو فيه اي اسئلة وان شاء الله انا معاكو على صفحتي على الفيسبوك اه الناس اللي بتسأل ايه الصفحة بتاعت الفيسبوك هتكتب في السيرش ات بتاعت الايميل دي اي دوت الزملوت تمام هيتلع لقاء طول الصفحة بتاعتي تقدر تتواصل اه عليها معايا يعني طبعا لان الكومنت لو هتكتب لي يعني قصة او تشرح لي او في اسئلة كتير او كده هيبقى افضل طبعا ان هي تبقى في الماسنجر يعني مش مش في كومنت مش في تعليق يعني تمام ان شاء الله معلش انا ااسف الفيديو طول ولكن كان في معلومات لازم معلومات كتير لازم ان انا كنت يعني اه او الهلكو لان ناس كتير جدا جدا كان بتسأل على موضوع الاوس بيلدونج ده وده المعلومات الاخيرة كمان اه اه الفين واحد وعشرين فدي احدث حاجة اه يوم طيب وجميلة عليكم يا جماعة ويوم مش 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 هوا شايفين الشمس طالعة وجميلة نشوفكم على خير ان شاء الله فيديو قريب ويالله سلام